موسيقى 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 قولك سرعطينيها لماذا كل هذا الصريخ؟ ماما هدى كليا وشفت واحدة تطرخ قدامك دعا قدت كسر بسوطة فقلت وأنا كمان بدي جربه ايه بس مرح يمشي الحال هكك بتعرفي ليش؟ لا ليش؟ حتى اقدر وصل لك الفكرة مظبوط لازم نحكي عن موضوع كثير مهم ياللي هو الرنين اوكي بالفيزياء بيقولوا انه لكل جسم له الترددات الطبيعية الخاصة فيه بيبدأ هاد الجسم بالإحتزاز لما بيتعرض لترددات خارجية مساوية للترددات الطبيعية لهذا الجسم وهذا ياللي منسميه الرنين شو هاد ماما؟ قال يعني هلأ شرحتي لي كنت تركيني ماني فاهماني على اني لكت بفكرة حالي اني فاهماني شوي مو معقول انت شو بصلتك بتظل محروء او بالك اصير طولي بالك رح اعطيكي مثال خلينا ناخد كاسة على سبيل التوضيح يلي بهذا المثال تردد الطبيعي بما يقارب ال 575 هرتز اذا جبنا مكبر صوت وحطيناه قدامه ولعبنا نوطة او نغمة الى نفس التردد الطبيعي للكاسة يلي هو 575 هرتز رح نلاقي انه الكاسة رح تبدأ بالاهتزاز على نحو اكبر والصوت يلي عم يصدر من الكاسة رح يكون اعلى واضخم والسبب بيرجع لانه الكاسة عم تستقبل من المكبر الصوتي اهتزازات مساوية لتردد الطبيعي واذا وقفنا الصوت الصادر عن المكبر الصوتي رح نضل عم نسمع الاهتزازات المستمرة الصادرة من الكاسة فاذا في حال افتراضيا يلي هو شي مستبعد حدوثه ادرت المغنية تكسر الكاسة بصوتها فهذا الشي بيرجع لعدة اسباب مجتمعة سوا ان كان من حجم الصوت للمسافة بين المغنية والكاسة واهم عامل انه تكون عم تغني نوطة الى نفس التردد الطبيعي للكاسة بس مثل ما قلنا افتراضيا وقبل ما تسأليني كيف ينطبق هذا الكلام عالموسيقى رحقول اغلب الآلات الموسيقية الى علبة الرنين الخاص فيها يلي بيعطي الصوت كتلة وحجم اكبر وهذا الكلام كمان ينطبق عالغناء فالجسم البشري كمان عنده غرف رنين يعني الرنين بالغناء هو السحر يلي بيسمح للمغني انه يعبي قاعة كبيرة بصوته بدون ما يستخدم اي مكبر صوتي فاذا الرنين هو اللي بيسمح للمغني انه يخلق المكبر الصوتي الداخلي الخاص فيه فلما منتعلم عن اماكن الرنين بالجسم ومنحس فيهم وندرك للصوت المساحة والحرية انه يتغلغل ويسبح فيهم بدون عائق او تدخل منه هاد الشي رح يعطي جودة صوت جميلة وحجم اكبر للصوت وصوت مشبع ومركز بحجم اكبر باقل مجهود ممكن حتى بدون ما يتسبب باي ضرر للصوت اذا كان مدعم بالتوجيه والنفس الصحيح بس ما فهمت شو يعني انه الجسم عنده اماكن رنين وينو؟ بعالم الغناء فيه مصطلحين كتير متداولين بما يخص موضوع الرنين يلي هنن رنين رأس ورنين صدر بس بالحقيقة فيه معلومات كتير ممكن نحكي عن هاد الموضوع بس اليوم خليني اشرح لك بطريقة كتير مبسطة لا توصلك الفكرة بطريقة سهلة وسلتك فاذا تم وصف صوت الرأس او رنين الرأس بانه بيسبب احساس بالاحتزازات بالوجه والرأس اما من الناحية السمعية فيوصف على انه صوت ساطع وخصوصا بالمجال الصوتي العالي يعني لما منكون عم نغني برجستر صوت عالي اما بالنسبة لصوت الصدر او رنين الصدر فرح نحس باحتزازات لما منغني بمنطقة الصدر وخصوصا لما منكون عم نغني برجستر واطي او بمجال الصوتي المنخفض وهذا الشي بيعطي احساس للصوت بالغينة والعمق والدفع والقوة يعني بيخلق احساس بالعمق والدراما للصوت فين تعليكي؟ يعني لما بنا نغني نوطات عالية مستخدم رنين الرأس ولما بنا نغني نوطات واطية مستخدم رنين الصدر لا 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 ما حذرتي لما منكون عم بنغني مو يعني نستخدم صوت الرأس او صوت الصدر بل لازم نتعلم كيف نحافز على اماكن الرنين بالجسم مفتوحة على بعضها ونخلي الصوتي رن بشكل طبيعي بالمكان يلي بيوافقوا بالتردد حسب المجال الصوتي او الريجستر يلي عم نغني فيه فإذا لما بتكون اماكن الرنين مفتوحة على بعضها منصير لما منغني بالمجال الصوتي العالي بتظل النوطات العالية محافظة على دفقة وعمقة بينما لما منكون عم نغني نوطات واطية بتظل النوطات الواطية محافظة على سطوعة ولمعانة تعرفي ماما؟ عن جد شكرا بس انا كتير اسفة اني غلطت وسألتك سؤال كبتل خارج والله يلا روحي نصرفي ونحن موعدنا الجاي بالحلقة الجاي انطروني شكرا